اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الصدمة كانت عنينا كبيرة جدا واكيد طبعا النادي الاهل بمجلس ادارته برئاسة كابتر محمود الخطيب وقناة النادي الاهل ايضا وكل النادي الاهل بجماهير وبنانعب كل الحزن وفاة هذا السباح حقيقة بتبقى الصدمة كبيرة لما بيكون الشاب لسه في مكتابة لحياته أولا جامعة مش هده بالأدب والأخلاق والكفاءة وكل حاجة يعني عمر الحقيقة من أسرة حتى كل النادي عارفها وكل النادي عارف قد ايه عمر متربي الله ارحمك عمر ما عندناش حاجة نقولها لانه الوفاة دي بملك ربنا سبحانه وتعالى عمرنا هي ملك الله سبحانه وتعالى ولكن احنا الحزن طبعا ده ما نقدرش ابدا نتكلم فيه الحقيقة طبعا ربنا يصبر والده والدته واخته الحقيقة لانه الصدمة جامدة وخاصة لما بيكون الوفاة مفاجأة خلال حادث سير قليم زي ده ربنا ارحمك عمر وما عندناش حاجة نقولها غير انه طبعا ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن ولا نقوله الا ما يرضي الله وان لله وان الله رجعون الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم الصدمة بيكون كبيرة جدا وضخمة وبتقع علينا بقوة لما بيلاقي شاب او شابة في مقتبل حياتها او ناشئ صغير ومعروف له بالادب والاخلاق زي عمر الحقيقة بتبقى الصدمة كبيرة جدا احنا مش عارفين نقول ايه يعني صدمة صعبة وحتى وقعت على مجلس دارة النادي الاهلي انبارح في السوشيال ميديا كل اعضاء مجلس دارة النادي الاهلي بيانعوب كل حزن لان الحقيقة عمر حتى يعني يعني كل النادي عارف ان هو اخلاقه عالية وهو محبوب من الكل فبتبقى الصدمة صعبة بس نرجع ونقول ان هو ده قضاء ربنا وقدره واحنا بنحترم وبنهم بالقضاء والقدر واحنا نهاردة كامرة ملوك الصلاة كانت اكيد موجودة في لحظات يعني وداع عمر مع اهله واحباؤه وكامرة القناة كانت هناك خلينا نشوف التقرير ده طبعا في لحظات وداع عمر وارجع لحضركوا داني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بقاء النادي الاهلي جميعا ومر من الشخصات المحترمة سباح متميز كان راجع من جامعته على طريق الان ايه توفاه الله في حدسة سيارة احنا طبعا كلنا وليه اختين البنات برضو سباحات عندنا في النادي الاهلي من سباحات المتميزات وربنا صبر اهله وصبرنا جميعا وان شاء الله بمشاء الله في الجنة وده حال الدولة الحمد لله قدر الله ومش هفعله خالص عزقنا للقصة الدافئة عمر زياد عمر نحن مش قادر نتكلام بس ربنا يرحمه ويغفر له كان من الشباب اللي هم حدش يسمع لقصود خالص في التدريبات كل محبوب ما بين السباحين في البطولات في كل حاجة ربنا يرحمه ويغفر له ربنا يجعلهم الشهران شاء الله كان إنسان جميل يعني وكان إنسان جميل كان إنسان طوب جدا الناس كلها بتحبه الله رحمه عمر كان صديقي في المدرسة قبل ما يكون صديقي في السباحة وربنا رحمه يسبته عن السؤال أمر أنت روحت في مكان أحسن وكلنا إن شاء الله عنجي لك وإن شاء الله كله في ميزان حزناتك وإن شاء الله في الجنة ونعيمها وربنا يصبر أهل إن شاء الله بمشيت الله أنا نعود نهزر مع بعض وكان سبح كويس وكانش بيأزي حد ولا أي حاجة كانش يوزع من حد كان عاطل مبسوط وبيضحك ووش وبشوش يعني كانش بشين من حد ربنا رحمك عمر وربنا يصبر أهلك باباك وممتك وأختك الحياة يعني يعني نقول إيه نقول طبعا إن ده يعني حدث جلل حقيقة لما الواحد بيلاقي شاب حتى صحابه بيتكلمه عنه بكل حب أكيد هو إن شاء الله في مكان أحسن أكيد هندعيله بالمغفرة والرحمة وأكيد ربنا إن شاء الله يصبر أهله هو سافر وإحنا أكيد كلنا ما فيش حد يخلط في الدنيا أكيد إحنا رحله إذا ما شفنا كابتل وقال عزة قال هو مسافر وإحنا رحله هو ده عزقنا الوحيد إن ما فيش حد بيخلط في الدنيا وإن إحنا إن شاء الله إلى ذهاب كلنا أكيد هنتقابل في يوم الأيام ربنا رحمك عمر ويغفر إليك ويصبر أهلك باباك ومامتك وأختك الحقيقة أرجع لموضوع حلقتنا باباك ومامتك